اهلا بكم مشاهدين داعش في قلب الدول الغربية هو عنوان حلقة اليوم من عصر داعش بلغة الارقام هناك ما يقارب 930 فرنسيا ضالعين في العمل ضمن شبكات تنشط في سوريا والعراق 350 منهم على الارض الفرنسية و150 توجهوا الى سوريا بلغة الارقام هناك ما يقارب 200 بريطاني ونحو 100 هولندي يقاتلون في صفوف التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها داعش في استراليا يعتقد ان ما لا يقل عن 150 من واطنها يحاربون في داعش جميع هؤلاء موجودون في ساحة القتال قد يعودون في اي لحظة حاملين معهم بندقية عقيدتهم القتالية والفكرية بعضهم عاد فعلا ففي الولايات المتحدة الامريكية مثلا اعلن وزير الخارجية الامريكي جون كيري عودة ما يقارب المائة امريكي من المقاتلين في صفوف داعش الى وطنهم ارقام كانت وما زالت مثار قلق وخوف في الدول الغربية ادت في مجملها لاتخاذ اجراءات امنية وقانونية متشددة تحسبا لما هو قادم عن خطر عودة المقاتلين الاجانب الى دولهم وتحديدا اوروبا وامريكا وعن تهديدات داعش لهذه الدول ومصالحها وكذلك عن الاجراءات الامنية والقانونية المتخذة من قبل الغربيين لمواجهة داعش داخل دولهم نفتح النقاش اسمحوا لنا ان نرحب من لندن بسيد افضل اشرف وهو المستشار في معهد يونيتد سيرفيسس الملكي للدراسات الامنية والدفاع ومن عمان ان نرحب بها سيد محمد ابو رمان وهو الخبير في شؤون الحركات الاسلامية اهلا بكما ولكن اسمح لنا قبل ان نبدأ النقاش ان نتابع هذا التقرير مع الزميل موسى سرور لا يكاد يمر يوما الا وتزداد فيه قضية انضمام مئات المقاتلين البريطانيين الى صفوف تنظيم داعش تعقيدا في المملكة المتحدة اخر فصول التعقيد تحذيرات المسؤولين البريطانيين من وقوع احداث امنية في شوارع لندن تحذير رفعت الحكومة بموجبه حالة التأهب الامني لدرجة الخطر الشديد على خلفية الحرب دائرة في كل من سوريا والعراق سلسلة اجراءات امنية اتخذتها بريطانيا خشية تكرار تفجيرات لندن عام 2005 تمثلت بمنع المقاتلين البريطانيين من العودة الى البلاد واعتقال ومحاكمة من له سلب المنظمات الارهابية كذلك منحت السلطات والشرطة صلاحية مصادرة جوازات لمن يشتبه بانهم من المقاتلين الاسلاميين وتجديد اجراءات السفر جوا حتى ان وزيرة الداخلية رزماي قدمت اقتراحا بمنع المتطرفين الاسلاميين من نشر اي رأي على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي والظهور التلفزيوني الا باذن من شرطة مكافحة الارهاب اعتقد ان القوانين الحالية قوية كفاية ولسنا بحاجة الى تشريعات جديدة بل الى تطبيق صارم للقوانين الموجودة في بريطانيا بالرغم من نجاح كاميرون في اقناع البرلمان بالتصويت لصالح الاندمام الى التحالف الدولي لدك معاقل داعش في العراق الا ان تقريرا نشرته صحيفة الابزيرفر توقع ان تدفع هذه الخطوة بمئات المتعاطفين مع الدولة الاسلامية في بريطانيا الى تأجيل خطة سفرهم الى سوريا والعراق والقيام بعمليات ارهابية على اراضي المملكة المتحدة لا اعتقد ان الخطة التي وضعتها الحكومة يمكن ان تعالج قضية الجهاديين فيبدو لي ان المشكلة هي سياسية ويجب ان يكون حلها في العالم الاسلامي ولا وافق ان تقود امريكا وبريطانيا التحالف الدولي ضد داعش بل يجب ان تكون قيادته للعربي انفسهم ويبدو ان الدربات الجوية الامريكية التي اوقعت خمسة قتلى في صفوف المقاتلين البريطانيين في سوريا قد خلقت ذعرا في البلاد ففي تقرير نشره المركز الدولي لدراسة التطرف في جامعة كينز كوليجا البريطانية اشار الى ان 20% من المقاتلين البريطانيين يفكرون جديا بالهروب من سوريا لكنهم يخشعون في الوقت نفسه من ان ينتهي بهم الامر في السجون البريطانية مسسرور لندن الميادين شكرا للزميل مسسرور على هذا التقرير ابدأ منك استاذ افضل اشرف يعني يبدو بان هناك مخاوف وقلق فيها داخل البريطاني من عودة المقاتلين الاجانب وكما تابعنا في التقرير لزميل موسى سرور وهذا القلق والخوف ربما يذكرنا بمرحلة حرب افغانستان وكذلك في حرب العراق كان هناك مخاوف كبيرة من عودة المقاتلين الاجانب ماذا تقرأ من دلالة في عودة هذا الخطر وهذا الخوف من جديد للدول الاوروبية اعتقد انه يجب ان ننظر الى هذا الخوف على نحو مختلف عن المثال الذي ضربته عن الوضع الذي كان دائرا في افغانستان والعراق سالفا حيث ان الوضع حاليا هو وضع مختلف وهؤلاء الذين عادوا من افغانستان بالطبع لم يعودوا من منطلق بناء حركة جهادية في الغرب وقد تعلم الغرب كذلك من تجربات هؤلاء المقاتلين والهجمات التي وقعت على الاراضي الغربية على مرة سنوات القليلة الماضية بالنسبة اليه يختلف الوضع على مستوى اخر حيث ان داعش برأيي قد تعلمت ان ارسال المقاتلين الى الغرب سيؤدي الى تهديد امني بالنسبة الي داعش انفسها والكثير من هؤلاء الذين قتلوا من صفوف القاعدة بواسطة الضربات بطائرات من دون طيار قد قتلوا جراء الاستخبارات التي حصلت عليها حصلت عليها القوات الغربية جراء التي اعتقالتهم البلدان الغربية من المقاتلين العائدين سابقا كما ان داعش التي تطلق على نفسها اسم الدولة الاسلامية لا تريد ان تبث صورة عن نفسها على انها حركة يريد الناس ان يفر منها اسوة بما حصل في كوريا الشمالية والدول الشرقية كانت تحاول ان تبقي على مقاتليها داخل هذا البلد ومنهم من الخروج من ذاك البلد والامر نفسه يتكرر القيميون على داعش لا يريدون للمقاتلين ان يعودوا الى ديارهم فرا طيب اسمح لي ان نشرك معنا سيد محمد ابو رمان سيد محمد يعني هذا الخوف والقلق في الغرب من عودة المقاتلين الاجانب ربما هو ليس خوف جديد منذ بداية الازمة السورية او ربما بعد عام من الازمة السورية جرى الحديث وعبرت الدول الغربية عن مخاوفها من عودة المقاتلين الاجانب ولكن لماذا استطاع تنظيم داعش تحديدا استقطاب المقاتلين الاجانب من الدول الاوروبية وفي الولايات المتحدة الامريكية بشكل اكبر من القاعدة وهذا جاء على لسان مسؤولين في الدول الاوروبية وفي الولايات المتحدة الامريكية ايضا هذا صحيح هذه ظاهرة واضحة تماما بالنسبة لما يسمى بجاذبية نموذج داعش بالنسبة للعديد من الشباب الراديكالي او الذي يصبح راديكاليا سواء في اوروبا بدرجة كبيرة وفي امريكا بدرجة اقل هناك سؤال مفتوح حول هذه الجاذبية وحول هذه القدرة وحول الاسباب الكامنة وراء قدرة على استقطاب وتجنيد وجذب اعداد كبيرة من هؤلاء الشباب مقارنة بسنوات ماضية او مقارنة بتجارب سابقة سواء العراق او الحرب الافغانية او قدرة القاعدة لم يكن في اي وقت سابق هذا العدد هذا الحجم الكبير من الشباب الاوروبي تحديدا او الذي يعيش في اوروبا والغرب ممن ينضمون لداعش الظاهرة التانية المرتبطة بهذه هي ما يسمى بظاهرة الكونفيرتد او المتحولين بمعنى الذين يتحولون من المسيحية الى الاسلام وينضمون مباشرة الى داعش بالاضافة الى الجاليات الاسلامية والعربية ايضا هذه ظاهرة في حجمها في مؤشراتها في كذا ايضا هي ظاهرة مقلقة الان عند الحديث عن الاسباب انا من الاتجاه الذي لا يميل الى وضع كل الاسباب في حزمة واحدة او في يعني في صف واحد اعتقد ان هناك اسباب متعددة من بين هذه الاسباب في البداية المشاهد التي كانت تبث بشكل كبير عما يحدث في سوريا من قتل ودماء وتفجيرات ومدنيين يسقطون والى اخره ثانيا القدرة الاعلامية والبروبوغندا الهائلة لدى تنظيم داعش في تقديم نفسه متحدي للقوى الاقليمية في تقديم نفسه كنموذج قادر على القتال وعلى التقديم قدرة قتالية كبيرة وهذه تجذب اعداد كبيرة من الشباب الغربي خاصة من الصغار وحتى الفتيات الصغيرات وكما تلاحظون ايضا ان تنظيم داعش قدم نموذج اعلامي متقدم كثيرا مقارنة بكل ما شاهدنا من هذه الجماعات والتنظيمات وقدم نموذج باللغة الانجليزية اهتمة بدرجة كبيرة بهذه الافلام وحتى لديه مجلة دابق والفيلم الاخير لهي بالحرب باللغة الانجليزية وبالتالي كان احد اهم الهداف عنده هي الجاليات العربية والمسلمة في اوروبا والغرب حتى الغربية نفسه هناك حديث فقط نقطة الاخيرة هناك حديث عن ما يسمى بالحاضنة الاجتماعية ولكن هناك ايضا حاضنة نفسية بمعنى ان هناك افراد كثيرين يتقبلون مثل هذا الفكر حتى لو كانوا يعيشون في غرب اوروبا لأسباب متعددة بعضهم ازمات نفسية بعضهم مشكلات بعضهم عاطفيا بعضهم فراغ روحي وفكري وبالتالي هناك حاضنة اجتماعية هناك حاضنة نفسية بالاضافة الى وجود عدد غير قليل من الجاليات العربية والاسلامية الموجودة في تلك الدول انت فتحت أستاذ محمد النقاش حول محوى الرئيسي في حلقة اليوم وهي الأسباب والعوامل التي ادت الى استقطاب مقاتلين اجانب في الدول الأوروبية وفي ولايات المتحدة الامريكية إلى داعش وهذا السؤال نتواجهس وأنت من بريطانيا هل هناك عوامل خاصة ادت الى استقطاب هذا العدد من المقاتلين في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الامريكية إلى تنظيم داعش أعتقد أنه يجب علينا أن نضع الأمور في نصابها وفي سياقها نعم يوجد عدد من المقاتلين من المملكة المتحدة ومن أمريكا وإذا ما نظرنا إلى القضية برمتها وزملاء لي من كليات كينغستون قد أعد دراسة قيمة حول هذا الموضوع حيث أن الألاف من تونس ومن بلدان عربية أخرى مثل السعودية قد التحقوا بركب داعش بالتالي ما نشهد عليه الآن هو ظاهرة ثورية كما ذكر ضيفك الكريم للتو شباب وشابات غير راضين عن وضعهم في هذا العالم وعن نظراتهم للعالم يتم جذبهم لهذه الإديولوجية العنيفة والعدائية ويجب أن نفهم الأسباب الكاملة لذلك لهذا الانجذاب وكذلك لآليات البروباغندا التي يستخدمها هذا التنظيم لكن بشكل أساسي تبقى هذه الأعداية تمثل أقلية ضئيلة وكما ذكر البعض غالبا ما يتم تحويلهم إلى هذا النوم من التطرف يقولون أنهم يتحولون إلى الإسلام لكنهم في الواقع يتحولون إلى حراك سياسي يعني في الغاية يرتدي قناع الإسلام لكنه في نهاية المطاف هو بكل بساطة ذات طابع سياسي ولا يرتدي أي حلة دينية وهي ممارسات بمعظمها بسوادها الأعظم تصب في خانة العنف ولا عمل اجتماعي أو روحي على هذا المستوى بالتالي أعتقد أنه يستر بنا أن لا ننظر إلى ما يحدث كحراك عام كحراك جماعي هي أعداد ضئيلة وإن كنا نعتبر أن أعداد المئات هي كثيرة مقارنة مع الأعداد الأساسية لبلدان المنطقة سيد أشرف هناك من يقول بأن في الدول الأوروبية والغربية جرى استقطاب هؤلاء الشباب وتحديدا من المسلمين العرب ربما تحولوا نحو التطرف بسبب حالة التهميش والإقصاء التي يتعرض لها هؤلاء تحديدا في الدول الأوروبية هل هذا صحيح؟ هل يمكن اعتبار سبب من الأسباب؟ بالطبع هذا أمر يعتقد به البعض وفي ذلك ربما بعض من الحقيقة الناس غالبا ما تجذبهم الأفكار المتطرفة بغض النظر عن الإيديولوجيا لأنهم يشعرون بعدم السعادة بعدم الرضا ربما لأنهم يشعرون بالتهميش في مجتمعهم لكن من الأمور المستجدة كثيرة هنا وطفت على سطح على مر الأشهر القليلة هي أن أهل السياسة في المملكة المتحدة من مختلف الأحزاب ومختلف الأطياف السياسية بدأوا يفهمون أن هذه الإيديولوجيا المتطرفة لا تمت للإسلام بأي صلة وقد قالوا ذلك ميرانا في الماضي لكنهم لم يكنوا يؤمنون بذلك والآن يبدو أن الأمر يتغير وهناك تحول طفيف بطريقة تعريفهم للمتطرفين أكانوا يصفون أنفسهم من خلفية إسلامية أم منازية جديدة أو أي خلفية أخرى بالتالي باتوا يعطوهم وصف المتطرفين عناصر متطرفة في المجتمع بشكل عام ولا علاقة لهم بالإسلام أو بأي طبقة متطرفة أو طبقة اجتماعية أخرى بالتالي يجد هذا التطور على مستوى الفهم ويعني ذلك أن المسلمين باتوا جزءا من المجتمع الأوروبي أو الأمريكي الأوسع ويجري النظر إلى المتطرفين على حقيقتهم أي أنهم متطرفون على هامش المجتمع ولا ينتمون لأي مجتمع محلي داخل المجتمع الأكبر طيب سؤالك سيد محمد هل تنظيم داعش في داخل الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا هل يعمل هذا التنظيم كتنظيم وعني كجماعات أم هم موجودين كأفراد لا هو ليس فقط تنظيم داعش ومن بعد الحرب الأفغانية في عام 2002 أصبح هناك تحول كبير وبنيوي في طبيعة عمل القاعدة ومن ثم التقطت هذا التحول كل التنظيمات التي تناسرت من القاعدة تحول من نظام هيراركي من بنية تقليدية إلى رسالة إعلامية سياسية يمكن لأي فرد أو أي مجموعة أن تلتقطها وتصبح بمجرد أن تؤمن بهذه الرسالة السياسية والإعلامية وتتبنى هذه المقولات الأيدولوجية تصبح بطبيعة الحالية جزء من التنظيم حتى لا يوجد هناك أمر رسمي أو واضح في هذا الأمر بقدر من أن هي مجموعات أو أفراد يلتقون على هذه الأيدولوجيا وبالتالي يصبحون جزء من الشبكة ومن الماكنة وهم في أماكنهم وهم في مواقعهم التحول الثاني المهم الذي حدث قبل سنوات قليلة وهو الذي ربطناه بصعود ما يسمى الجيل الجهادي بين هلالين الثالث وهو ما يسمى الجهادي الفردي بمعنى أن أي فرد يمكن في أي مكان في العالم يلتقط هذه الرسالة يقوم هو من خلال تقنيات بسيطة بالقيام بأعمال معينة ولاحظنا مثل هذه الحالة مثل نضال مالك في قاعدة تكساس مثل عمر الفاروق مثل فيصل شاهزاد ولذلك أنا أعتقد هذا هو مصدر تخوف الدول الغربية في المرحلة القادمة تحديدا عندما دعا العدناني وهو الناطق الرسمي باسم داعش دعا من يدعمون التنظيم في كل العالم إلى مهاجمة الأفراد ورعاية الدول ومصالح الدول التي تهاجم التنظيم بمعنى أن كل فرد من هؤلاء الأفراد الذين يؤمنون بهذه الأفكار في هذه النقطة تحديدا لافت بأنه حتى الآن لم يتم الاستجابة لهذه الدعوة بمعنى أنه جرت حادثة واحدة وهي قتل الرهينة الفرنسية على يد جند الإسلام في الجزائر ولكن لم نشاهد حتى الآن أيضا حوادث أخرى هل من دلالة معينة لذلك؟ أعتقد أن الوقت كافي لنحكم على هذه الاستجابة وإن كان ربما الدلالة تكون أنه ما يزال داعش أو الخطاب داعش كخطاب مقارنة بالقاعدة وأفكار القاعدة ما يزال في حالة صعود أولي ولم يأخذ أو يحتل مكان القاعدة كقاعدة بشكل كامل لكن ما تزال الهجمات في بدايتها وما تزال الأمور لم تتطور وبالتالي حتى لا يوجد هناك مدنيين سقطوا بشكل واضح من خلال هذا سقط مدنيين من خلال الهجمات الأولى لكن ليس بصورة فضيعة كتلك التي يمكن أن تستدرج ردود فعل مؤيدة لداعش أو ضد هذه الهجمات في مراحل لاحقة سيد أفضل جملة من الإجراءات الأمنية اتخذت فيها الدول الأوروبية لمنع المقاتلين من الذهاب وسفر إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف داعش هل هذه الإجراءات كافية؟ وهل وجود أساسا هؤلاء المقاتلين في داخل البريطانيا وفي الدول الأوروبية الأخرى ألا يشكل ذلك خطر بوجودهم في الداخل؟ أعتقد أن هذه الإجراءات ستكون مفيدة بعض الشيء لكنها بالطبع لن تكون مثالية وفي نهاية المطاف يمكن البعض أن يتفلتوا من هذه الشبكة ويمكنهم أن يسافروا إلى بلد ثالث مثل تركيا أو بلد آخر بطريقة مشروعة ويدخلون عبر هذه البلدان إلى سوريا ولن نتمكن من إيقاف حراكهم بشكل تام أما بالنسبة إلى وجودهم داخل هذه البلدان وأكان ذلك يشكل تحديا فهذه مسألات أخرى حتى الآن لم نشهد على أي تهديدات مباشرة كبرى لكن لا شك في أننا سنصل إلى وقت يقرر فيه أحد هؤلاء أن يتصرف بطريقة ما لكن أن يفكر بالأمر وأن يعكف على هذا الفكر وأن ينظم هذه العمليات فهذا أمر مختلف وهناك من يحاول أن ينظم هذه العمليات الإرهابية في الغرب منذ 15 عاما وهناك اختلاف بين الرغبة وإيجاد السبل لفعل ذلك لسيما في المملكة المتحدة حيث من الصعب جدا الوصول إلى السلاح ومن الصعب مثلا تصنيع قنبلة من دون التمرس على هذه المهارات بالتالي لحصن الحظ معظم هؤلاء الذين حاولوا قد فشلوا وتمر أصدهم قبل أن ينفذوا العمليات الناجحة ولا يمكننا إلا أن نصلي لكي يتوصل الوضع على هذا النحو بالتالي هذه الرغبة هذه النية المتنامية التي كشف داعش النقاب عنها على مر السنة الماضية أو الأشهر الماضية ربما لن تترجم بشكل عملاني كتهديدات مباشرة لأنها لابد من أن تقرن النية بالقدرة على الفعل طيب يستاذ أشرف رفع بريطانيا حالة التأهب الأمنية للدرجة القصوى ألا يعطي ذلك دلالة من خوف وقلق في الداخل البريطاني من القيام بعمليات إرهابية هذا أولا وهناك أمر لافت أيضا في سياق الحديث عن المقاتلين الأجانب هل هناك نظرة ربما ملفتة أو التفت إليها البعض في الولايات في داخل بريطانيا بوجود نساء للتجنيد ضمن صفوف داعش وهنا من بريطانيا بالنسبة إلى رفع مستوى تهديد الأمني فهذا لا يؤدي بضرورة إلى رفع مستوى الخوف الشعبي وهذا أمر أساسي تعكب الحكومة على التشديد عليه بالطبع الجمهور البريطاني قد شهد على 20 أو 30 عاما من الهجمات الإرهابية من جانب الـ IRA ومن جانب المتطرفين الإسلاميين من أطياف مختلفة وبالتالي عندما نرى أن مستوى اليقظة قد ارتفع يعني ذلك أن مستوى الإجراءات الأمنية قد ارتفع وذلك يؤدي إلى تفادي هذه الهجمات الإرهابية وفي معظم هذه الحالات لم نشهد على اعتداءات ناجحة وبالتالي لا أرى أن الأمر يؤدي بالضرورة إلى زيادة مستوى الخوف أما بالنسبة إلى ارتفاع عدد النساء الضالعات بالطبع هذا الأمر قد شكل أمرا هاما بالنسبة إلى الكثيرين فنتحدث نحن عن شابات يسهل التأثير عليهن وأدى ذلك إلى الكثير من الألام والحزن لأهالهن الذين تفاجأوا بفعلة تلك الفتيات اللواتي لم يظن الكثيرون أنه يمكن التأثير عليهن بهذه الطريقة لسيما وأنهن قد تربينا في أوساط عائلات لا تدعم هذه الإديولوجيات المتطرفة بالتالي نعم ازداد الاهتمام العام بشكل أساسي ومن جانب آخر نرى أن الوعي متنامن على مستوى الأهالي والمجتمعات المحلية لسيما حيال إمكانية إقناع الفتيات الشابات بفعل أمور ممنوعة وغير مشروعة ووعي بالمستقبل الذي ستعيشه هذه الفتيات إن التحقنا بركب داعش في سوريا في عمر 15 أو 16 عاما فسيتم تزوجهن بمقاتل شاب وبالتالي مستقبلهن مظلم بالتالي إن أمكن أن نقول إن هناك رسالة إيجابية وسلبية في الوقت عينه تثني الكثير من الفتيات المحتملات الأخريات عن الارتحاق بركب داعش وتثقف الكثير من الأهالي بالاهتمام بشكل متنامن بتربية أولادهن وتوجيههن بشكل أفضل ضد هذه الفعلات الممنوعة سيد محمد هل يمكن القول بأن الدول الغربية بين كماشة المقاتلين الموجودين في الخارج وبين منهم موجودين في الداخل بمعنى بأن وجود هؤلاء المقاتلين في الداخل يمثل خطر ربما بالقيام بعمليات إرهابية وهذا ما يبرر رفع حالة التأهو بالقصوى على سبيل المثال في الولايات المتحدة أو في بريطانيا وبين الخوف من عودة هؤلاء إلى الداخل وبالتالي أيضا اتخاذ إجراءات احترازية هذا صحيح هناك قلق مزدوى إجداد الدول الغربية أولا مما يسمى العائدون أو الراجعون من القتال في سوريا في كيفية التعاون معهم فيما قد يشكلونهم من خطر والأمر الثاني في التأثير الملحوظ والكبير للرسالة الإعلامية القادمة من تنظيم داعش ومن التيار الذي يؤمن به وتزايد أعداد المتعاطفين مع هذه الأفكار وسرعة التجنيد والتعبئة لدى المتلقي بتقدير الخطر الأول اليوم حتى في المجلات وفي براكز التفكير الأمريكية والغربية لا قلت نسبة هذا القلق من الخطر الأول أي العائدين لأنهم يقولوا بأن هناك أصبح داتا قوية حولهم أغلبهم يقتل أغلبهم يعني يبقى هناك والعائدون من هناك يقعون تحت دائرة المراقبة وبالتالي القلق منهم أقل بكثير من القلق الحقيقي المتشكل من قوة جاذبية وقدرة الرسالة الإعلامية عبر الإنترنت والسوشال ميديا ووسائل اتصال حديثة التي أصبحت تحققها هذه المجموعات والجماعات الموجودة أصلا في أوروبا نحن نعلم تماما أن هناك مجموعات اليوم تتحدث عن تطبيق الشريعة في أوروبا حركة تطبيق الشريعة في كذا في دولة كذا ودولة كذا التجنيد في المساجد القدرة على تأثير على الجاليات الشباب الذي يعيش فراغ روحي وفكري في دول إسكندنافية ودول غربية تأثرون بسرعة بهذه الأفكار بهذه الصورة الإعلامية بهذه الرواية فبتقدير هذا هو مصدر القلق الحقيقي في المرحلة الحالية والقادمة نعم مستاذ محمد أبقى معي سنواصل حديث حول هذا الموضوع لكن ننتقل إلى فاصل سريع ونعود لمتابعة النقاش مشاهدين أبقوا معنا أهلا بكم مشاهدين من جديد من هذه الحلقة من عصر داعش نرحب من لندن بسيد أفضل أشرف المستشار في معهد يونيتد سيرفيس السزن الملكي للدراسات الأمنية والدفاع وكذلك معنا من عمان سيد محمد أبو رمان وهو الخبير في شؤون الحركات الإسلامية أهلا بكم من جديد أعود إليك سيد محمد هل هناك من أدوات تستخدم من قبل داعش خلاف مواقع التواصل الاجتماعي للتجيش والتحشيد واستقطاب العناصر المقاتلة إلى صفوف هذا التنظيم أنا بتقديري قوة الرسالة الإعلامية لداعش تتمثل بأمرين أو بثلاثة أمور رئيسية بصورة واضحة الأمر الأول إتقان التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي لتويتر اليوتيوب الفيسبوك هناك مئات الألاف من الحسابات التي تعود إلى أفراد من هذا التيار أو مؤيدون لهذا التيار وهناك التواصل والدخول في منتديات ونقاشات دائمة وواسعة وتقديم رواية مقابلة للرواية الإعلامية التي تحدث الأمر الثاني في قوة رسالة داعش هو مضمون الرسالة نفسه الذي يصاغ بذكاء شديد وبعمق شديد في كثير من الأوقات خاصة للخارج نحن كمواطنين عرب نشعر بالإشمئزاز والشعور بالغضب الشديد عندما نشاهد مشاهد الذبح والقتل والدموية التي يقوم بها التنظيم لكن هذه على أرض المعركة في الحرب النفسية في الدعاية الإعلامية في الفيرتش والور هذه تأثيرها قد يكون سلبي في كثير من الأوقات على الخصم على الطرف الخصم عندما يشاهد مثل هذه الحالات وداعش توجه رسالة مختلفة للغرب للخارج الأمر الثالث وهو المهم أنه من الواضح أن هناك كادر إعلامي واحترف يعمل اليوم مع داعش استفاد من تجربة الغربية والأوروبية وهو يوظف الخبرات التي تحصل عليها في إصدار الأفلام التي شاهدناها وفي بناء الرسالة الإعلامية سواء في مجلة الدابق أو الأفلام أو كذا لكن أستاذ محمد اسمحي في المقابل في قدرتها على التعامل مع الغرب في المقابل نشاهد فيديوهات وأفلام ربما تعكس مدى الوحشية التي يتعامل بها هذا التنظيم بشكل فعلا مقزز لأي إنسان عاقل وذو سوية سليمة لا يقبل بمثل هذه الممارسات وبالتالي ألا يعطي ذلك رد فعل سلبي ليس فقط في العالم العربي وإنما أيضا في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية بما يعكس ربما مدها مجيّة هذا التنظيم هذا صحيح أنا برأيي أن لهذه المشاهد أثر مزدوج سلبي وإيجابي إيجابي بالمعنى ليس بمعنى الذي نقصده نحن ولكن بالنسبة للتنظيم بمعنى أنه يخلق حالة من الرهبة والرعب لدى المجتمعات المحلية لمن يريد أن يقاوم هيمنته لمن يريد أن يقاوم سيطرته للطرف الآخر سواء كان الجيش الحر أو النظام السوري أو حتى جبهة النصرة هذا يعني يوظف بشكل كبير هذا المشهد في الحرب النفسية لكن كما قلت بالنسبة للرأي العام العربي والعالمي أدى هذا الإصراف التنظيم في هذه المشاهد أدى إلى صورة سلبية وبشعة عن التنظيم ولذلك أنا أعتقد أن هناك عملية استدراك اليوم تحدث في ما ينتج مؤخرا إعلاميا من قبل التنظيم هذا فيما يتعلق بالجنب الإعلامي ولكن أيضا هناك إجراءات أمنية احترازية يعني مشددة في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية يعني ربما تحسبا لأي أعمال إرهابية يقوم بها هذا التنظيم في الداخل ما مدى جدوى هذه الإجراءات الأمنية في مقابل ربما تصدير فكر المتطرف بتقديري السؤال إلي أم إلى لندن نعم لك أستاذ محمد أنا بتقديري أن هذه الإجراءات قوية ومؤثرة وهي إجراءات لدول تملك قدرات أمنية واستخباراتية كبيرة وتم تكثيف الجهود خلال الفترة الماضية بصورة ملحوظة في التنسيق الأمني عن مستوى الدولي والإقليمي لكن هذا كله على صعيد منع القيام بأعمال على صعيد كبير منظم بشكل هائل كما حدث في هداع سبتمبر أو تفجيرات الأنفاق أو غيرها لكن الصيغة الجديدة من العمليات الجهادية بين هلالين هذه الصيغة لا تحتاج إلى هذا الجهد المنظم الكبير هي تحتاج إلى مجموعة صغيرة تؤمن بما تقوم به ومن ثم تستخدم هذه الأسلحة للقيام بأعمال كما حدث مع نضال مالك في تكساس أو غيره ممن تم تجديدهم عبر الإنترنت وقاموا بقتل أعداد كبيرة من الجنود الأمريكان أو الغربيين اسمح لي بهذا السؤال يا سيد أفضل أشرف سيد أشرف ربما ليس السؤال فقط يدور حول عودة المقاتلين إلى دولهم هناك سؤال حول كيف خرج هؤلاء من دولهم للقتال في صفوف داعش سوى في سوريا أو في العراق هل خرجوا بعيدا عن أعين المخابرات في دولهم مثلا؟ هل فروا بعيدا عن أنظر الاستخبارات؟ نعم بالطبع فعلوا ذلك الكثيرون قد تركوا بلدانهم منذ أقد طويل منذ سنتين ربما ومنذ أن بدأت الأزمة في سوريا تعرض على أن حركة ثورية ذهب هؤلاء للمساعدة في طار هذه الثورة كما سموها ولتوفير الدعم والإغاثة للاجئين بالتالي لا أعتقد وقتها أن الاستخبارات كانت على دراية ويقظة تامة حيال هؤلاء وبشكل موازن خلال السنة الماضية تقريبا حين اتضح أن جبهة النصر وداعش وحركات متطرفة جهدية كثيرة قد استغلت هذه النهضات الشعبية ضد النظام في سوريا وقتها فقط رأينا أن الأجهزة الاستخباراتية بدأت ترصد حركة هؤلاء ورحيلهم السؤال الأهم هل بدأت ترصد أم هي غضت النظر عن خروج هؤلاء المقاتلين هل هي كانت تعلم أنا أعتقد صراحة أن هذه الأجهزة الاستخباراتية قد بدأت بالفعل تراقب هؤلاء وهي تفعل ذلك منذ وقت ليس بالقليل وتحاول أن تمنع الراخبين بالرحيل من الرحيل ولا تساؤل حول غضت طرف عن ذلك طيب ما مدى فعالية الإجراءات المتخذة الآن في مجمع للدول الأوروبية وحتى ربما في الولايات المتحدة الأمريكية للحد من انعكاسات وتأثير هؤلاء المقاتلين في الداخل أو في حال عودتهم كما ذكرت سابقا هذه التدابير والإجراءات ستكون فعالة وناجحة لكنها ليست مثالية توجد دوما إمكانية للسفر لسيما وأن قنوات وقواعد السفر داخل الاتحاد الأوروبي فضفاضة ومسامية إلى حد بعيد وبالتالي يمكن للناس أن يخرجوا من بلدانهم إن أظهروا أنهم يخرجون لأسباب عادية وإن كان لا سبب للاستخبارات أن تراقبهم سيذهبون من دون أي رصد وبالتالي هي فعالة لكنها ليست مثالية أما بالنسبة إلى منع العائدين الراغبين أو منعهم من ارتكاب جرائم مجددا فالاستخبارات في الواقع في هذه البلدان بارعة في رصد هؤلاء وإن كانوا يعرفوا أنهم في صدد ارتكاب فعلة ما ومن منعهم كذلك من اكتساب الإمكانيات التي تخولهم تنظيم هذه الأمور لكن برأيي على مر الأشهر القليلة الماضية ما تم اعتماده وكان ناجحا جدا تمثل على مستوى النهضة الحقيقية التي بدأت تتجلى على مستوى المجتمعات المحلية الإسلامية داخل أوروبا والغرب حيال هؤلاء الذين بدأوا يقومون بهذه الاعتداءات ويعطون صورة سلبية للإسلام مؤخرا تشكلت منظمة نسائية باسم انسباير أي ألهم في المملكة المتحدة وأطلقت حملة عنوانها لا تتكلم باسمي أي أنك لا تفعل هذا باسمي أي لا تفعل هذا باسم الإسلام وبالتالي هذه الحركات تقوم بشن حملات فعالة ضد أي أفكار متطرفة إيديولوجيا وقد حازت مساعدة من وزارة الداخلية في المملكة المتحدة إضافة إلى ذلك نلحظ أن حزب المؤتمر المحلي المحافظ قد بدأ يشدد على أن هذه الحركات لا تمثل الإسلام وبالتالي بدأ تغيون حقيقي يحدث من المنظور الأمني من هذه الآلية الأمنية وبدأت تصل هذه الأمنية كذلك إلى آليات حماية اجتماعية ماذا عن التنسيق الأمني والاستخبارات مع الدول الأخرى لربما الحد من عودة هؤلاء المقاتلين إلى داخل دولهم وأتحدث مثلا تركيا على سبيل المثال على اعتبار بأن تركيا كانت ممر لهؤلاء المقاتلين بالنسبة إلى التعاون ضد الإرهاب لطالما كان هذا التعاون وتنسيق عالميا مع أوروبا مع بلدان الشرق الأوسط والمتحدة الأمريكية وتركيا كدولة حاضرة في المنطقة ولا أعتقد أن أي سبب يدفعنا لتفكير في غياب التنسيق بين الوكالات الاستخباراتية لبل هذا التنسيق تعزز بشكل كوي نظرا لوجود هذا التهديد الجماعي أعتقد أن تركيا تشكل هدفا أكبر مما يظنه الناس حيث أن تركيا قد عانت الكثير من الاعتداءات الإرهابية من هؤلاء المتطرفين الإسلاميين والسفير التركي قد تأثى الكثير من الأتراك قد سجنهم هؤلاء المتطرفون وتم إطلاق صراعهم مؤخرا وبالتالي أعتقد أنه يمكن أن نتهم تركيا بأنها تأخذ هذا الأمر على محمل أقل من الشدية وأنا أعرف أن تركيا ستبذل قصار جهدها ووكالاتها الاستخباراتية ستتعاون مع كل الوكالات النظيرة لتحرص على احتواء هذا التهديد بقدر الإمكان وهزيمته على المدى الطويلة سؤالك أستاذ محمد هل من المقنع بأن حكومات الدول الغربية تفاجأت بهذا العدد من المقاتلين أم أنها غضت النظر عن وجودهم على اعتبار بأنهم كانوا يهدفون في بداية الأمر إلى إسقاط النظام في سوريا لا بتقديري أنه منذ تقريبا منذ عامين وهناك اهتمام ملحوظ لدى الدول والحكومات الغربية ولدى وسائل الإعلام الغربية بظاهرة الذاهبين إلى سوريا وظاهرة الذين يتم تجنيدهم بشكل كبير عبر تنظيم داعش وبدرجة أقل عبر النصرة والجهود الأمنية بدأت بشكل واضح وكبير منذ تلك الفترة وكان هناك اجتماعات على مستوى الدول الأوروبية ودول المنطقة وكان هناك محاولات حديثة وكبيرة هل خرج هؤلاء بعيدا عن عين الاستخبارات في الدول الغربية؟ بالتأكيد أنا بتقديري بعيدا عن عين الاستخبارات الغربية واحتاجت الاستخبارات الغربية والأوروبية إلى فترة طويلة من الوقت حتى استطاعت أن تبني خرائط كيف يغادر هؤلاء وإلى أي دول يذهبون والخارطة الرحلة وعمليات التجنيد وكيف تحدث هذا استهلك وقت طويل منهم وربما تعرفين أن الرئيس أوباما نفسه اعترف بأن هناك كان إساءة تقدير من قبل المخابرات الأمريكية لحجم تنظيم داعش في العراق في الفترة الأخيرة بمعنى أن أنا أستبعد تماما أن يكون هناك تواطئ غربي لهذه الظاهرة ولتسهيل عملية هؤلاء هجرة هؤلاء إلى سوريا ومن ثم لكن النقطة التحول الرئيسية بدأت مع سيطرة داعش على الموصل مع ظهور هذا الوحش بشكل كبير جدا مع شعور الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أنهم ينبغي أن يتدخلوا لمواجهة مثل هذه الظاهرة أعتقد هذه عززت وضاعفت الجهود من أجل احتواء الخطر في الداخل والخطر في الخارج سؤالك أستاذ أفضل أشرف الولايات المتحدة وأستراليا حتى تال أمم المتحدة على تبني إجراءات دولية للتعامل مع زيادة أعداد المقاتلين المتوجهين للقتال في صفوف داعش ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة في هذا الصدد؟ أعتقد أن الأمم المتحدة قادرة على الاطلاع بدور هام للغاية في الواقع بداية من خلال لم شمل الرأي العام في مختلف بقاء العالم ودفع مختلف البلدان على تقبل هذا التهديد وأعتقد أنها قد بدأت تفعل ذلك وأنترى أن داعش تمثل تهديداً بالنسبة إلى كل هذه البلدان داعش هي تهديداً بالنسبة إلى منظمتها الأم مثل القاعدة الكثير من المقاتلين قد أداروا ظهرهم على القاعدة وبالتالي بدأ هذا التنظيم يمثل تهديداً بالنسبة إلى الجميع وبالتالي أرى أن الأمم المتحدة قادرة على التلعب دور هام على مستوى حشد الدعم الدولي ضد داعش وبالنسبة إلى الإطار القانوني لا شك أن الأمم المتحدة قادرة على جذب الدعم للحركات القانونية الدولية من أجل رصد الرسمي ورصد التبادلات التجارية فهذا التنظيم مثلاً يبيع النفط وموارد أخرى لشراء السلاح ويمكن للأمم المتحدة كذلك أن تؤمن تغطية محتملة لإجراء دولية كان إجراء عسكرياً ضد داعش أم إجراء من نوع آخر وبالتالي توشد بوتقى واسع من الإجراءات التي يمكن من المتحدة أن تساعد فيها هل تتحمل مسؤوليات الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليات ما تتعرض له الدول الآن من خطر تنظيم داعش وربما أيضاً خطر التنظيمات المتطرفة الأخرى فيها الداخل وأين تكمل مسؤوليات هذه الحكومات لقد رحت في الواقع سؤالاً هاماً للغاية وغاية في العمق أعتقد أننا للمرة الأولى منذ عقود من الزمن ونشهد على اعتراف عام بضرورة التعاطي مع مشاكل الشرق الأوسط من جانب بلدان الشرق الأوسط لهذا السبب نرى أن استراتيجية الرئيس أوباما التي كشف النقاب عنها منذ أسابيع قد وضعت هذا الشرط وهو أولاً لن نشهد على تدخل بري عسكري غربي وأن التحالف من شأنه أن يضم كذلك أعضاء من بلدان مجاورة للبلدان المتطررة وأنها ستساعد النظام العراقي على التعاطي مع هذه المسألة داخل العراق وأنها كذلك ستتفادى أي تدخل عسكري بري للغرب في داخل سوريا وبالتالي هذا الاعتراف بات سائداً وربما يجب أن يتطور هذا الاعتراف أكثر برأيه أن يتبالور حيث أن الغرب بالنسبة إليه ما لم يفهمه بشكل كامل بعد هو أنه في حال كنا نريد أن نتعاطم أي نظام وإن كان هذا النظام ديكتاتورياً وإن أردنا أن نطيحه بهذه الطريقة فما سيليه سيكون حتى أسوأ مما كان في الماضي ما تعلمناه وما بدأ الغرب يتعلمه برأيه هو أن دائرة العنف والفوضى التي أشيعت في العراق على إثر الإطاحة بنظام صدام حسين هي أسوأ بكثير من الوضع الذي كان سائداً قبيل ذلك وما يحدث في ليبيا الآن هو بكل بساطة وضع سيء وبؤرة حامية لجذب المتطرفين وللفوضى وما نشهد عليه كذلك في سوريا خلال هذا المسار الداعي للإطاحة بنظام الأسد هو أمر يثير جدلية وإشكالية كبيرة هذا درس لم يستقه الغرب بعد بالدرجة الكافية لكن لا شك في أن الغرب بدأ يعترف بأن جزءاً من الأسباب لوجود هذه المنظمات المتطرفة يعز إلى التدخل الغربي في شؤون العراق حتى أن دراسة الشخصية حول هذه المجموعات التي بدأتها منذ العام 1988 يمكن أن أقول لكم متى تحديداً بدأ بن لادن يفكر بتشكيل القاعدة ولماذا أراد ذلك؟ كان يتحدث بطريقة صريحة قال أن ذلك السبب لأتدخل الغربي في الشرق الأوسط ليس فقط خلال النزاع الأهرقي لكن بعد ذلك وبعد خروج قوات صدام حسين من الكويت التدخل بات سائداً في هذه المنطقة ما أدى إلى خلق محرك أساسي لهذه الحركات المتطرفة أختم معك أستاذ محمد نتابع جملة من الإجراءات الأمنية الاحترازية في الدول الغربية الآن هناك عملية عسكرية واسعة للحد من تمد التنظيم داعش بين سوريا والعراق ولكن هل تكفي هذه الإجراءات للقضاء على هذا التنظيم؟ ونحن نتحدث عن تنظيم له عقيدة فكرية يقوم على العمل على نشرها على مستوى العالم لا أنا بتقديري الحملات العسكرية الراهنة فضلاً أنها من الزاوية الاستراتيجية العسكرية نفسها هناك ثغرات كبيرة وربما أشار إليها بسرعة أو بأخرى الضيف هي ما بين الجانب الجوي والجانب على الأرض هناك ثغرة كبيرة هناك ثغرة في الوقت الذي فجوة الوقت أيضاً هناك أنا بتقدير ما هو أهم من هذا وذلك الأزمات السياسية إذا الولايات المتحدة الأمريكية تعرف تماماً متى تبدأ هذه الحرب لكنها لا تملك جواباً على السؤال المهم متى يمكن للرئيس أوباما أن يعلن أن الحرب قد انتهت على داعش وأنه قد انتصر هذه اللحظة هذه اللحظة لا أعتقد أن الرئيس أوباما يمتلك جواباً عيها لأننا نتعامل كما ذكرت مع تنظيم له أيدولوجيا له امتداد وبالتالي إذا كان إعلان القضاء على داعش قبل حل الأزمة السياسية في كل من سوريا والعراق أنا بتقدير سيكون هناك بعد ذلك مباشرة ما هو أخطر من داعش وربما داعش 2 وداعش 3 وداعش 4 لذلك بدون حل سياسي حقيقي في المنطقة بدون أفق سياسي لا يمكن الحديث أنه يمكن القضاء على داعش نعم أستاذ محمد أبو رمان الخبير في شون الحركة التسلامية شكراً جزيلاً لك على تواجدك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة وشكر موصولك سيد أفضل أشرف المستشار في معهد يونيتد سيرفيسز الملكي للدراسات الأمنية والدفاع وشكر موصول لكم مشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة